كلمني عن زراعة الأسنان. أهميتها أولاً إيه؟ لأنه دي مش رفاهية. طبعاً. وإحنا بنخاف. فعملت إيه الست خلت لها؟ نخاف من كل حاجة من الأسنان. مش الزراعة بس. طيب نتكلم الأول عن الزراعة. الزراعة بقت برانش كبير جداً عندنا في طب الأسنان بالذات في السنوات الأخيرة يعني. وهميتها جمدة جداً إن إحنا الزراعة أول حاجة نخلينا نعرف الزراعة للمشاهدين. الزراعة ديت أنا مثلاً ممكن الحالة يحصل لها فقد السن أو درس معين. فإحنا عندنا في طب الأسنان لازم نعوض أي حاجة تدخلع عندنا سواء سن أو درس. ليه؟ لعدة أسباب منها إن الأسنان بيكون فيها حركة. فلما حاجة تدخلع الأسنان بتتحرك على المكان الفارغ اللي هو خلعنا مكانه السن أو الدرس ده. فلما بيحصل كده طبعاً بيحصل تآكل للعظم أول حاجة في المكان اللي تخلع منه السن أو الدرس ده. وتاني حاجة الأسنان بتترحل من مكانها فتدي ابتسامة وشكل مش لطيف. طبعاً. فأهمية تعود المكان ده بالزراعة إن إحنا زمان. ما شايفين قدامنا كمان صورة؟ دي الزراعة. دي الزراعة بالضبط كده. دي في حالة الزراعة للفك الكامل. طب تخيل لي دكتور أنا كنت بتخيلها الزراعة دي بتبقى له الدروس فقط لكن كمان للأسنان. تبقى نتيجة عوامل ورصية وحاجات كتير جداً فبيكون عندها فقد كامل الأسنان فبنعوض بالشكل اللي إحنا شايفينه دوت الأسنان. تمام. في بقى إن إحنا ممكن نحط 4 زرعات في الفك ممكن نحط 6 ممكن نحط 8 ممكن نحط 3. يعني دي ست زرعات بنبني عليها التركيبات السابتة بعد كده. درس حسن الحقيق أنا فاكلة كل درس أو كل سنة بزرعة. لا 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 مش شرط. احنا ممكن نبني على زرعة الواحدة أكتر من درس. بالظبط. ده عظيم. اه. وطبعاً احنا الزراعة بنعوض المكان الفاضي ده وزمان كنا احنا بدأ للزراعة كنا بنعمل حاجة اسمها بريدج اللي هو الكوبري. الكوبري ايه. نبرد السنة اللي ورا والسنة اللي قدام الفراغ ده ونبني عليها دلوقتي الزراعة وفرت لنا ان احنا ما نحتاجش ان احنا نبرد الأسنان السليمة ونعوض بس مكان السنة او الدرس المفقود. ده حلو ده. فده بنحافظ على الأسنان. طيب يعني زمنها في حد بيقول مثلا في زرعات سريعة وفي زرعات بطيئة. هي الزراعة كلها بتتزرع في وقت قياس 10 دقايق مثلا. خمس دقايق كزرع لكن التركيبة النهائية بتاعتها امتى ما فيه الزرع بنقدر نحمل عليها التركيبات النهائية غير بعد ثلاث شهور. ايوه. عشان حايت. قبل كده بنعمل مؤقت. اه يعني مرضو بقيمش بيكون فاضي. لا بنعمل تركيبات مؤقت عادي. لكن التركيبة النهائية بعد ثلاث شهور لحد بس ما العظم يمسك في الزرع. يحصل اوستجنس يمسك في الزرع. تمام. قدر احمل بعد كده على الزرع التركيبة النهائية. هما فيه انا ناب نشوفها في نص ساعة ازرع و.. ما احنا الزرع بنحطها في عشر دقايق. هتزرع و هتمشي بالتركيبة المؤقتة. دي الزرع الفورية يعني اسمها جد. اه اه اه. بس الدايمة النهائية اللي هو الكراون اللي بيركف في الآخر. لا ده بعد ثلاث شهور. مش مشكلة. بس انا حابشي برضو بقيمش فاضي. لا بنمشي بنحط اكريلك بنحط بم ايه. بنحط حاجة مؤقتة تحتل. انا شايفها دي زراعة برضو في الصورة معانا. زراعة وتجميل في نفس الوقت. يعني شكل. ما ده كانت حالة فك كامل. بنحط لها دي ست زرعات. وبنبني عليها التركيب. فطبعا التركيبات الكراونز اللي بنركبها في الآخر. بتكون تركيبات تجميلية. اه. شكلة حلو جدا. اه. اتنين في واحد. زراعة وتجميل. تايمة.